الزمالك بدأ أول نوص ساعة دايس بانزين على الآخر أنا ويقولت التلاتة أربعة وخلصنا من الحكاية داية والماتش خالص كان الماتش كان ينفع آه آه وخد الكاس وراوح بقى وبرش تعم أصاب الزمالك لو كان سجل هدف التاني في أي توقيت كان الماتش تغير آه ولكن شوية حاجات حصلت في اللقاء من عدة تعال نشوف الزمالك بدأ إزاي حلو متوسط تمركزات الزمالك يا كريم بادئ ضغط وعلى فكرة تصريح جميز اللي ناس كتير انتقضته دي لقى التنبس بتاعته الزمالك عمبان بص هنا عدد المحاولات دي عدد المحاولات للزمالك في أول ربع ساعة كانت وصلت لعدد ست محاولات ست محاولات في ربع ساعة ده كتير جدا طبعا اون تارجت منهم اتنين واحدة ومنهم اوف تارجت واحدة والباقي بلوك دي احنا كنا بتشوف اللعبة بركام بتموت على الخور عشان تتصد وبعد كده طبعا الهدف جي بعدها يعني الزمالك في أول نص ساعة كريم عمل كامل من 15 ل30 انت عندك جول وعندك واحدة اون تارجت بالزبط دول ثمان محاولات ثمان محاولات اجمالا منهم الجول ومنهم اتنين اون تارجت ومنهم محاولات كان بيحصل لها بلوك على فكرة كانت محاولات خطيرة ثمان محاولات في نص ساعة ده عدد كبير جدا من المحاولات كان الجول التاني لو جي كان موتش يبقى مختلف تماما بيأكد ايه بقى ان بركان نفسه ملوش ولا انتبص بقى بركان في أول ربع ساعة كان مفيش بعد كده كل محاولات بركان أول ربع ساعة ما وصلوش اصلا خالص من 15 ل30 وصلوا بواحدة اوف تارجت بعد كده كل محاولاتهم على فكرة يعني الناس لو تفتكر عواد ما صدش حاجة يعني هو فعلا والزمالك اتحسن كمان في نقطة الزمالك تعامل جيدا جدا النهاردة مع الكرات السبت يعني برضو حاجة تتحقل جميز زي ما كانت تحضير ما كانش كويس في اللقاء الأول النهاردة رغم ان الزمالك اغطف انت حسبت عليه كرات السبت كتير لكن الزمالك تعامل بمثالية على فكرة ساعة ده وجود نضاي سيفك جزيري وكان كل التدريب على فكرة في التسخين كان كله على اخراج الكرات السبت كان تجريبة مهمة جدا عن اخراج الكرات السبت أرقام اللقاء بتبين ان الزمالك بدأ ضغط تمركزات الزمالك في البداية التمركزات كمان بتبين ان الزمالك نزل بص التمركزات بتاعت الزمالك عاملة زي حاطة بركان في نص ملعب الحاجة الوحيدة اللي حصلت بعد كده بقى إن الزمالك بعد الهدف نبص على التمركزات بعد كده هتلاقي فريق اتراجع لسبب اين؟ عنصر نفسي وعنصر تاني في رأينا الزمالك افتخذوا لأحمد حمدي بوباما كان بعيد قوي وأحمد حمدي كانت أرقامه ماشية كويس قوي في الجيم يعني نشوف أرقام أحمد حمدي هتلاقي استلامات صحيحة تمريرات صحيحة وعمل مراوغة صحيحة عمل محاولتين في بداية اللقاء منهم محاولة الجون ومحاولة تانية انتارج كانت أرقام أحمد حمدي بتمب إنه هو هيقدم لقاء كبير وكان حيحصل للزمالك يعني ممكن الزمالك كان ياخد نفسه شوية في اللقاء عادي ويرجع تاني سيطة لكن خرجه أحمد حمدي وأوباما بقى له شهرين ما بيلعبش أعتقد قط نقطة فاصلة خلت الزمالك يتراجع شوية مع حتة كمان الخوف من أحداث اللقاء على فكرة من أرض الملعب بقى في أحيانا اللعيبة كانت أما فيه تعليمات واضحة إنه زمالك يبني من وراء لكن اللعيبة وصلت مع ضغط نهضة بركان فيه لعيبة قدت تعليمات بلاش ونلعب الطويل دي كانت في أرض الملعب لعيبة من الخبرة شوية بدأت هي توجه إن بلاش بقى يا أخواننا احنا اتضغط علينا كتير ويلا نلعب الطويل على طول من شفتها أنا شفتها في الملعب بعينك شفتها بعينك